الله أكبر الله أكبر افتحوا معي يا جماعة سفر التكوين الإصحاح 25 حتى انت يا شخ رضا فضلا عشان تتابع معي والعدد 18 هذا النص انت قلتوا التكوين إصحاح 25 العدد 18 العدد 18 وسكنوا من حويلة إلى شور التي أمام مصر حينما تجي نحو آشور أمام جميع أخوته نزل النص التوراة السامري بقول وسكنوا من زويلة إلى سور إلى سور شور التي على ظاهر مصر إلى مدخل الموصل حول كل أخوته نزل النص الموجود النص التوراة لبن سعادي الفيومي بقول وسكنوا من زويلة إلى غفار التي بحضرة مصر إلى أن تجي إلى الموصل بحضرة جميع أخوته سكن خلينا نشوف خلينا نشوف هالكتاب اللي أنا ذكرته قبل هالمرة اللي أنا ذكرته قبل هالمرة اسمه The Asator The Secret of Moses تمام ونشوف شو بيقول وحنقارن هيدا النص بالنص اللي موجود عند النص السامري العبري يلي هو يعود إلى 200 إلى 250 قبل الميلاد بنشوف طيب وين نحن؟ أنا رح أقرأ ما بعض إذا أنتم شايفين أنا رح أقرأ من مكان أنا يعني من رأم واحد تقريبا حقرأ من رأم واحد وأنا حترجم أنا مش طالب من حدكم من حدا أنه يعني يقرأ معي أو أنه يفسر أهو أنا رح أقرأ من هون طيب شوفوا يا سيدي أفاضل أبل ما أحكي النص من الترجوم بيقول وسكنوا من حويلة إلى الهجراء والتي تنظر نحو مصرايم عند المجيء إلى آثور أمام إخوته سكن طيب خلينا نشوف أول شي رقم واحد بيقول وحدث أن بعد وفاة إبراهيم أن إسماعيل حكم كملك لمدة 27 سنة وجميع أبن إسماعيل والذين من بذرة ابنه البكر نبيوت حكموا لمدة عام في حياة إسماعيل ولمدة 33 عاما عفوا بعد موته حكموا من نهر مصر إلى نهر الفراط وبنوا مكة وبنوا مكة أها شوف شو بقول بلت شو أها هون and they built بكة بكة خلينا نكمل هون مربط الفرس بيكمل برآم أربعة ولذا فإنه قد قيل في التكوين 25-18 عندما تجيء نحو آشور أمام جميع أخوته سكن سكن واضحة معناتها شو حيبقى النص يا مولانا شو حيبقى النص يا حبيب قلبي حيبقى وسكنوا من حويلة إلى شور التي أمام مصر بكة نحو آشور أمام جميع أخوته نازل صلى الله صلى الله هاي الخريطة الأديمي وفقا للتورا أهو أكبر لك النص عشان اللي حابب يرجع يرجع the word the word as known to the Hebrews متل معرفوها اليهود هاي الجزيرة العربية هاي الجزيرة العربية نعم بنكبر نعم شو مكتوب هون الله يحفظك هون هون شو مكتوب هاي 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 شو مكتوب هون قيدار قيدار طيب تعالي هاي 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 شو مكتوب هون هاي اسماعيل اسماعيل وهون هون الله يرضى عليك هون شو مكتوب هون هاجريين الهاجريين معناتها أي حدا ما عاجبه شو يعمل يضرب راسه بألف حط نعم يا سيدي شئتوا أم أبيتوا نعم طيب خلينا نقرأ نحن هلأ عرفنا أنه النص شوف لاحظ اللعبة وين لعبوها بالنص اللي هو التكوين 25-18 وسكنوا من حويلة إلى شور التي أمام مصر حينما تجي شو حينما أجي استبدلوا كلمة تجي استبدلوا كلمة بكة بكلمة تجي وسكنوا من حويلة إلى شور التي أمام مصر بكة نحو آشور أمام جميع أخوته سكن تخيل فيه نص تاني فيه نص تاني استبدلوا فيه بكة وحطوا كمان كلمة تجي وين موجود سفر التكوين 10 العدد 30 سفر التكوين 10 العدد 30 وكان مسكنهم ميشا حينما تجي نحو سفر عفوا نحو سفار جبال المشرق استبدل كلمة تجي بكة بايبل دكشنري حنروح لصفحة 494 لندور على قدار لا أنا كتبت 494 طيب هاي قدار عم بيقول قدار هو تاني ابن لا إسماعيل موجود بالتكوين 25-13 وعم يعطي الاستشهادات عم بيحكي أنه شعورهم كانت سودة كانوا ساكنين بالخيم يعني طيب كان عم يحكي كمان عن قدار يلي يلي فات بصراع مع نبوه تنصر كان عندهم فلوكس اللي هي الكيباش كانوا مهارة بالرمي الأقواس أو القوس كانوا جدا عندهم مهارة قوية طبعا عم بيقول أنه هيدول سكنوا تمام بالجزيرة العربية آه East Palestine بمدينة اسمه قدار وعم يستشهد بالاستشهادات إشعياء 21 على 16 جرمية إلى آخري طيب هاي الكتاب المقدس إن شاء الله يكون واضح طيب ونتابع سوى إن شاء الله هنروح سفر إشعياء معزر إشعياء 21 العدد 16 فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار وبقية عدد نكمل 17 وبقية عدد قصي أبطال بني قيدار أبطال بني قيدار تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم حلو كتير منفوت بإرمية بعده بسفر الصحاح 49 العدد 28 هاي كلنا نحن عم نحكي عن قيدار هلأ بيقول عن قيدار وعن ممالك حاصور التي ضربها نبو خض نصر أهو نفس اللي عم بيقوله مين نفس اللي عم بيقوله قاموس الكتاب المقدس ملك بابل هكذا قال الرب قوموا أسعدوا إلى قيدار أخربوا بني المشرق زي ما نحن شفنا قيدار وحاصور قبائل بدوية شرقي أو شرقي فلسطين وجنوب آرام وموجودة بالصحرة طيب هنرجع لأشعياء 42 العدد 11 لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا مثل ما شفنا وفقا لقاموس الكتاب المقدس قيدار كانت غني بقطعانة وواضح ومعروف عفوا معروف أنه من الرماء الجبابرة والأقوياء أقوياء رجال أقوياء شو قال عليهم بطلي موس بطلي موس قال عنهم أعطهم أكتر من اسم داري وباليني وسدري طب الحاخامات اليهودية شو بيقولوا عنهم بيقولوا عنهم العرب قيدار ونحن عارفين نحن عارفين أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيجا من نسل إسماعيل نبيوت قيدار تيما إلى آخره هعطيكم مصدر تاني اسمه قوانين الملوك وحروبهم تمام هيدا الاستشهاد هذا موقع عبري للمعلومية بس موقع عبري وخليني أجيب لكم بالضبط وين عشان يلي حابب يرجع بعد يرجع للمكان اللي أنا نعم بيستشهد منه أهو من هون من هون هنقرأ من هون نزولاً وأنا هترجم هريحكم هيدا تحت عنوان قوانين الملوك وحروبهم يمكن أن يكون هناك حجر عثرة أكبر من المسيحية كل الأنبياء تكلموا عن مشياخ كمخلص لإسرائيل ومنقذهم الذين سيجمعون فرقتهم ويعززون التزاماتهم على النقيد من ذلك تسببت المسيحية في قتل اليهود بالسيف وبقاياهم تناثروا وتغيرت التوراة وأغلبية العالم يخطئون ويخدموا إلها غير الرب هيدا كله هغض النظر عنه بدنا اللي بعده خلينا ناخد يلي بعده طيب بكمل بيقولي ومع ذلك فإن نية خالق العالم ليست ضمن قدرة الإنسان على الفهم لأن طرقه ليست طرقنا ولا أفكاره أفكارنا في نهاية المطاف فأن جميع أعمال يسوع الناصري وهذا الإسماعيلي مين هو هيدا الإسماعيلي أهو الإسماعيلي أهو مين هيدا الإسماعيلي أهو عم بقوله هون يسوع الناصري والإسماعيلي مين الإسماعيلي النبي محمد ينصر دينك يا شيخ رضا ليه هكمل النص وأكملكم ليه عم بقوله هاك كيف عرفنا أن النبي محمد بقول يسوع فإن جميع أعمال يسوع الناصري وهذا الإسماعيلي الذي قام من بعده لن يؤدي إلى عفوا لن يؤدي إلا إلى تمهيد الطريق لمجيء مشياش وتحسين العالم بأسره مما يحفز الأمم على خدمة الله معنا الإسماعيلي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي حتى هن عشان كده هم قاعدين من السنين لما حيطلع الدجال حيكونوا أكتر أداء يا سلام عليك يا سلام عليك واضحة حتى هن مؤمنين بالنبي محمد مؤمنين إنه إنه بعث بس مش مؤمنين فيه كنبي رسول ما حرام ما حرام رسول من عند الله عشان ما أجى من بني إسرائيل ما نتبعه والله لو كان من جزر الواق واق ومن الله سبحانه وتعالى بدي إتبعه وإجري وإجر أهلي فوق راسنا شئنا ولا أبينا هيدا حق من عند الله وانتهى 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 طيب هيدا تحدي خلانا بس نكسر الحدة أنا رح استشهد من نشيد الأنشاد بس النص اللي أنا هحكي عنه أنا رح يحكي عنه هيحكي عن شخص مهم جدا رح حطو لكم رح حطو لكم النص النص العبري بيرات أي حدا هيجي من بعده تمام تمام يرجع للكلام اللي أنا عم أقوله ورح استشهد من موقع ترجمة عبري معتمد هكبر ليبان الموضوع طيب نحن بدنا كلمة من هذا النص اللي هو موجود نشيد الأنشاد الإصلاح خمس العدد سبتعش الكلمة بالعبري أنا حطيتها على التكست أو على رأي استيزي حطيتها على التوكست حناخد هذه الكلمة ونشوف شو حيترجمنا إياها الأستاذ الموقع أهو موقع عبري دويت إن هيبرو حنضغط ترانزليت شايفين شو طلع محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عجبك عجبك ما عجبك بستة لاف حيط ولا حيهز معنا شي طيب خلينا ناخد نشوف بكة أنا جبت لكم أول مصدر من التوراة السامرية حنشوف من كتاب هلأ رح أعطيكم اسمه وسأ خلينا أحط لكم المصدر هيدا المصدر لأي واحد بيقدر يرجع للكتاب هيدا الكتاب تمام هيدا الكتاب أنا عشان بس أطلع لكم أنا أشرت على الكتاب أهو هون عم بيقول مكة 48 عم يستشهد من القرآن اللي موجودة بالقرآن 48 24 طيب عم بيقولوا عن عم بيحكي عن تكوين 25 18 أهو 25 18 عم بيقول وفقا للنص إنه أحفاد أو أولاد نبيوت هني بنوا مكة نعم أنا حاطت مؤشر عليها متل ما هي مكتوبة شوف متل ما هي مكتوبة بكة بكة هيك المهم الموجود بسفر التكوين ذا بكة ذا بكة وفقا شوف عم بيقول لك وفقا للتكوين 25 18 شو هي وفقا للتكوين 25 18 نرجع للتكوين 25 18 شو بيقول 25 18 أنا قلت لكم النص المحرف وسكنوا من حويلة إلى شور التي أمام مصر حينما تجيء غيروا كلمة بكة إلى تجيء طب في مكان عم يستشهد آية أهو عم يقول ذا بكة of this verse هاي دي الآية هاي دي الآية بخمسة وعشرين 18 تكوين 25 18 ريد بكة موجودة بالكتب السامرية العبرية as is a clear reference يعني مرجع واضح إن هو مكان مكان وعرفنا هالمكان الموجود مثل ما هو موجود بالقرآن مكتوب بكة 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 وعن بقول لك إنه يعني الكونتكس اللي هو الصياق للآيات بيربط أوكي مربوط بموت إسماعيل مربوط بموت إسماعيل يعني يعني خلينا خلينا الله يحفظكم مبارك فيكم نرجع للكتاب المقدس ومعزرة منكم أنا هاي المعلومات شوي دسمي أنا بس الحابب إنه هاي الحلقة تكون مرجع للجميع حياك الله يا شيخ ياسر ومعليش يا شيخ ياسر أنت تأخرت وحنزل عليك عقوبة زي ما كنت نزل على تلاميذي السابقين حنخسل الموعين معليش سمحني طيب حنقرأ من سفر التكوين الاصح 16 سفر التكوين الاصح 16 العدد 7 فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية على العين التي في طريق شور نحن وين إلنا هيدا الطريق مش إلنا الحجاز إلنا الحجاز صح طيب من نفس الاصحاح من نفس للاصحاح نزال العدد 14 لذلك دعية البئر بئر لحي رأي ها هي بين قادش وبارد خلينا نشوف الحاخام بن عزرة شو عم بيقول عن بئر لحي شو هي شو اسمها وللمعلومية البئر هاي وغيرها البئر هاي وغيرها بدك تشيل بئر لحي رأي هاي وتستبدل مكانة اللي حيقول عليه مين الحاخام بن عزرة حنفتح ونشوف حنفتح ونشوف بسم الله اهو عم يحكي هون عن جينيسز سفر التكوين الاصحاح 13 اصح 16 عفوا من العدد 13 14 15 حلو صفر 13 انا قلته عفوا العدد 13 انا قلته عفوا 14 انا قلته لذلك دعية البئر بئر لحي رأي ها هي بئر بين قادش وبارد ننزل بالحاشي ننزل بالحاشي ونركز هون هون عم يحكي عن الترجوم تمام اهو هاي ابن عزرة الحاخام ابن عزرة شو عم بيقول عم بيقول اسمه اسمه زمم وبنسخ تانية اسمه زمزم المكان اللي بيجتمع فيها العرب سنويا للاحتفال وين مكة المكرمة مكة المكرمة this is اهو this is زمزم مير مكة اكوردنج وفقا لهيدا وفقا لهيدا النص تمام طيب معناته نحنا ما جبنا من كيسنا مزبوط نحنا ما جبنا من كيسنا طيب حلو كتير خلينا نبحث عن كلمة لحي خلينا بس اجي طلع لكم اهو هنلاقيها موجودة تكوين 16-14 تكوين 24-62 وكان اسحاق قد اتى من ورد من ورود بئر لحي نحنا نحنا قلنا بئر لحي شو اسمه فاي نص هتلاقي هيدا النص هيدا الكلمة استبدل ما كان زمزم زمزم فورا هيك فورا بدون ما ترجع لحدا هنقرأ من سفر التكوين زمه مسكور صح 21 العدد 14 بقول فبكر ابراهيم صباحا واخذ خبزا وقربة ماء واعطاهما لهاجر واضعا اياهما على كتفها والولد وصرفها فمضت وتاهت في برية بئر سبع نفس هذا الشي بئر سبع شيلو حط زمزم تمام مش كلامي مش كلامي انا كلامي الحاخام ابن عزرة حدا عنده اعتراض يروح يعترض على حاخام ابن عزرة الرباي ابن عزرة طيب بسفر التكوين بنفس الاصحاح شف نحن ما طلعنا بس العدد اتنين او خلينا ناخد 19 خلينا ناخد 19 وفتح الله عينهما او عينيها عينيها فأبصرت بئر ماء هيدا من غير ما تتابع حدا عينيها بصرت بئر ماء هيدا زمزم فذهبت وملأت القرب ماء وسقط الغلام ونحن القصة المذكورة عننا بالاسلام معروفة طيب بنروح لنفس الاصحاح العدد 23 فالان طيب عينيها 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 32 اهو فقطعها ميثاقا في بئر سبع لهو بئر زمزم ثم قام ابي مالك وفكور رئيس جيشه ورجعا الى ارض فلسطين الفلسطينيين عينيها طيب هنفوت على سفر التثنية معلق هيدا انتوا سمعوه هلأ بعدين ارجعوه بعد ما تخلص الحلقة تابعوا بعدين واخدوا استشهادات سفر التثنية الاصحاح 2 العدد 20 بيقول النص هي ايضا تحسب ارض رفائيين سكن الرفائيون فيها قبلا لكن العمونيين يدعونهم زمزميين وانتهى وانتهى نفس السفر التثنية الاصحاح 33 من 1 ل2 وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني اسرائيل قبل موته فقال جاء الرب من سيناء واشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فاران تلألأ من جبال فاران واتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم طيب هنرجع للتكوين الاصحاح من العدد 32 إلى 33 وحدث في ذلك اليوم أن عبيد اسحاق جاءوا وأخبروه عن البئر التي حفروا وقالوا له قد وجدنا ماء فدعاها شبعة لذلك اسم المدينة بئر سبع إلى هذا اليوم إلى هذا اليوم عفوا الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة